نرحب بذيفي سيد إبراهيم بودربيلة عميدة المحامين سيد العميد مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا على الاستيضافة شكرا لك على قبول الدعوة لحظورك معنا نرجع على لقائك الأخير مع رئيس الجمهورية شنوات حدست فيه اللقاء هذية خاصة وأنه في لقائتك الأخيرة اعتبرت وأنه فعلا الحوار انطلق بعد لقاء رئيس الجمهورية بالمنظمات الوطنية تفضل لاي سيد رئيس الجمهورية كان دعاء المكتب التنفيذي لاتحاد العام تونسي شول وإثر الاجتماع بالمكتب التنفيذي وقع استقبالي من طرف سيد رئيس الجمهورية ثم إثر ذلك وقع استقبال المكتب التنفيذي لاتحاد صناعة والتجارة وبعد ذلك من الغد وقع استقبال سيد رئيس الربطة تونسي الدفاع حق الإنسان والسيدة رئيس الاتحاد الوطنية المرأة خصوص لقائي بسيدة رئيس الجمهورية سيدة رئيس الجمهورية كان استعرض الوضع الراهن وتعدث على الاستشارة ومخرجاتها ويعني عبر على أن الحوار سوف يكون ينتلق وسيأخذ بعيد الاعتبار مخرجات الاستشارة وفي خصوص المشاركة كنت لحظت في العديد من مرات وكذلك لحظت لكون المنظمات الوطنية التي لها رسيد وطني في البلاد هي معنية بالاستشارة كذلك شخصيات وطنية مستقلة مع عروفة بنظفة اليد ولها كفاة أكاديمية سواء في القانون الدستوري أو في العلوم السياسية أو في عالم الاجتماعي يجب أن تكون موجودة وتشارك في الاستشارة على أي حال الاستشارة ولا الحوار؟ نعم الاستشارة ولا الحوار؟ في الحوار الحوار يعني قلت استشارة والاستشارة تمت وخرجتها واضحة الاستشارة اللي تخص الحوار لا خطت قلت استشارة دونك ثلحك بشوفها مني ايه في الحوار في الحوار وعلى أساس وأنه كان الرئيس واضح قال كونه هذا الحوار سيعني يقع دعوة إليه العديد من الأطراف بدون تحديد ولكن استثنى يعني الجملة متاع وقالت العديد من الأطراف ايه وتستثنى استثنى صراحة من تعلقت بهم شبهات فساد شبهات قوية في الفساد ومن يعملون على تقويض اركان الدولة هذا يعني قال مستثنين بالحوار يعني ربما استنتج أنه مثلا من هم يعني معارضون لمخرجات 25 جوليا من التدابير التي وقعت اتخاذها في 25 جوليا ثم يعني حسب استنتاجي الخاص أنه سيد الرئيس يعني يستثنيه من الحوار على أي حال رئيس الدولة عبر في العديد من المناسبات على أن الحوار انطلق ونحن نعتبره يعني بداية هو الأطراف اللي وقع دعوتها يعني وقع علامة بكونه بشيكون بداية حوارنا انتظر في المستقبل يعني تسيمه بالإطالة هذا بعد إذنك سي إبراهيم السيد الأمين العام لتحال عم توسي الشغسي نورزين تابوبي كان واضح قال أنه حوارنا ولا لقاءنا برئيس الجمهورية لم يكن حوارا ولم تحدث على الحوار الوطني كان لقاءا قال وأنه لقاءه الأمين العام سيد نورزين تابو لقاءه برئيس الجمهورية كنت سمع فيها هكا واضح لي قال وأنه هذا اللقاء لم يكن لقاءا حول الحوار الوطني بل كان لقاءا بروتوكوليا فقط السيد الأمين العام بطبيعة الحال يتحدث على مقابلته مع السيد رئيس الجمهورية وشعبة أعضاء المكر التنفيذي أنا أتحدث على اللقاءة لتنبيني وبين سيد رئيس الجمهورية وما دار من حديث حولي بالفعل باتبيعة الحال أنا قلت كونه سيد رئيس الجمهورية كان واضح قال الحوار سوف ينطلق ابتداء وسيكون على أساس مخرجات الاستشارة الوطنية وأنه سوف يستثري من الحوار يعني من تعلقت بهم شبوات فساد ومن يعملون على تقويض أركان الدولة باتبيعة الحال ما استنتجوا شخصين الذي يعملوا على تقويض أركان الدولة هم كل من يعني حاولا يعني تقويض مخرجات 25 جوين لا أكثر ولا أقل كل من شارك في الجلسة العامة الافتراضي مثلا باتبيعة الحال الجلسة العامة الافتراضية أو أنه تبع تحت التتبعات الجزائية مقبول سيد العميد بالنسبة ليكم كهيئة تمثل المحامين وتدافع على الحقوق وعلى الحريات أنه يتم إقصاء الأحزاب السياسية من حوار وطني أو أنه في خلالها الرزنامة هذه الكلها لليوم الرئيس الجمهورية لم يدعو صراحة للحوار الوطني ولم يتحدث حتى صراحة على الأحزاب التي يرى أنه لن تقصى من الحوار الوطني هو الرئيس الجمهوري يعلن على خريط الطريق خريط الطريق ابتدأت بالاستشارة ثم يعني تليها حوار حول مخرجات الاستشارة ويعني الخيارات المستقبلية بالنسبة للنظام السياسي والنظام الاقتراع فالاستفتاء فالانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر هذه الخريط الطريق اللي حددها عنا نانا من نانا الـ 25 جويل يمزالوا يقال من 14 وأعتقد أنه بالتجربة اللي مرينا بها سواء ما قبل 14 جامفي أو بعد 14 جامفي لعشر سنوات وشوفنا نظام السياسي اللي يقع اقتراحه نظام يعني رئاسي معدل ونظام برلماني معدل وشوفنا كونه حزاب سياسية شاركت في الحكم ولكنها فيما بعد تسرح بعلن أنها لا تتحمل مسؤولية ونتاج الحكم الذي مرسوه فضلا على أنه ما كان يجري أمامه في البرلمان وكان يعني يقع عرضه في الوسائل السماعية والبصرية يعني كل ذلك يعني جعل هذا الوضع أدى إلى يعني اتخاذ مبادلة 25 جويل مبدئيا نتحدث نحن بالنسبة تقبل هيئة المحامين فيد العميد أنه أحزاب سياسية بعينها لا تشارك في حوار وطني أو في حيات سياسية هذا هو الانساسي وعندنا وضع أجال معينة وعندنا مساء المعينة يقع بشيق على الحوار حوله حول النظام السياسي الذي سوف يقع اقتراحه ونظام الانتخابات في أي شكل سياسي؟ هذا النظام السياسي تأكد عن لدى أغلبية التونسيين أن هذا النظام السياسي لم يعطي الانتباع الطيب باعتباره أنه قلنا النظام الرئاسي المعادل والنظام البرلماني المعادل لم يعطي سورة طيبة لنظام حكم سليم فضلا على أن النظام الاختراع أفرز يعني فوسي فوساء برلمانية هذا نظام القوام على أساس أكبر البقايا تركت المجال إلى أنه لا تستطيع أي كتلة سياسية أن تكون أغلبية من شان أن تجعلها قادرة على تحمل الحكم بنجاحاته وبفشله بالتالي تركز الآن نظر بالنسبة لأحسب ما أعتقد بالنسبة لغلبية شعب تونس أن المكمن الداه هو في نظام الحكم وفي نظام الاقتراع نظام الحكم هنا أنت تحكم من منطلق الاستشار الوطني أنا شخصيا لأنه أغلب الناس تقولك 5% فقط شارك في هذه الاستشار هذه كعينة بالنسبة للاستشار الوطنية هذه كعينة يشاركوا حوالي 500 ألف مواطن أو يقارب 500 ألف مواطن هذه كعينة حتى وسائل الاستعمال هي الوسائل الاستعمال يعني وسائل التواصل الاجتماعي ما تعطيش يعني ولكن هي عينة ربما تأخذ بعين الاعتبار في المعطيات لكن ليست بالنتيجة النهائية هي مخرجات يقع البناء عليها لا أن تكون يعني هي المحدة سلفا لا 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 يمكن أن تكون نهائية هذا استشفيته من كلام رئيس الجمهورية؟ هو قال يعني ستأخذ بعين الاعتبار ما تتأخذ بعين الاعتبار يعني عند دراسة الحوار يعني سيقع النظر إلى كل هذه المعطيات لا أكثر ولا أقل بتبيعة الحالة اللي بشي يجتمعوا هما كفاءات هما يعني ممثلين لمنظمة وطنية هما يعني شخصيات مستقلة لها وزنها الأكاديمي ولها وزنها السياسي بتبيعة الحالة أنا من تجمش تحدث في باسم رئيس الجمهورية هذه الجواب يجيب علي رئيس الجمهورية أنا أتحدث بي سامعته ما أقبله زد سألتك إبراهيم ما سامعته شخصيا من رئيس الجمهورية هو أنه قال سوف يستثني من ذلك من تعلقت بهم شبهات فساد ومن يعني يساهمون في تقويد الركان الدول الحق به واضح في سيد إبراهيم بودربيلة عميدة المحامين نقطة بش ننطلق منها الفكرة أخرى سيد العميد هيئة المحامين اللي كانت دائماً المحامين الكوغل كله كقطاع دافع على تونس في الحركة الوطنية جاب الاستقلال البلاد في أهم الإشكاليات والأزمات اللي عاشتهم تونس دور الهيئة المحامين والمحامين بسفة عمى حتى في الثورة في بدايتها تقبل اليوم هيئة المحامين أنه أحزاب لا تشارك أو أحزاب تقصى من الحياة السياسية أو من الانتخابات؟ لا مرة ما كانت هيئة المحامين ترضى بذلك بدليل وأن هيئة المحامين في تقاليدها سواء عند بناء دولة حديثة أو عند المطالبة بحرية التعبير وحرية الغراء وحرية التنظم كانت دائماً تقف إلى كل المبادرات التي ترمي إلى تنظيم الحياة السياسية في البلاد وبالتالي نعتقد أن هذه من المواقف المبدئية لكن بالنسبة لنا المسألة يعني في خيارات معينة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر وسيحسم ذلك الاستفتاء الذي سينظم لأنه الشعب سيقوله كلمته من خلال الاستفتاء عندما يعرضوا عليه تنقيح الدستور هل سيقبل بذلك التنقيح أم أنه سيرفضه؟ وبالتالي يعني كيف نجيه للأستفتاء بشتولي تتعدى يعني حتى المنظمات وتتعدى حتى الأحزاب بشتولي مسألة مطالبة يعني شعب التونسي بيبدأ رأيه ولكن نحن دائماً نقول أن تونس هي تسعى لكل التونسيين التونسيين الذين يضعون المصر العليا للوطن فوق كل اعتباره ذا بالنسبة لنا كهية محامين نحن مع مشاركة كل التونسيين الذين يضعون وأؤكد على هذه الكلمة الذين يضعون المصلحة للوطن فوق كل اعتباره بشكون يحدد من يضع المصلحة للوطن؟ والله شوف ما نحبش ندخل الآن في استدلياني عندي نفس الموقف من الحزاب السياسية بدون استثناء الحزاب السياسية هي دورة تأثير المواطنين وتعبيتهم أثناء الحملات الانتخابية والوصول إلى السلطة وممارسة السلطة والمساءلة بعد ممارسة السلطة ولذلك مما لا شك فيه نحن إذا كان باش نحترمه خريط الطريق أنه نهار 17 ديسمبر باش تقع انتخابات هذه الانتخابات من ستتقدموا إليها؟ ستتقدموا إليها الحزاب وبالتالي على الحزاب لهنا أن تواصل تأثير المواطنين أن تدعو المواطنين للانخراط فيها وأن تدعوهم أن ينتقع تعبيتهم يوم الانتخابات لكي يكونوا حاضرين ولكي يمكنوا هؤلاء الحزاب التي تمثل حقيقة أكبر شريحة من الشعب التوسي من أن تكون لها الأغلبية قصدا ممارسة الحكم مع تحمل مسؤوليات هذا الحكم سواء من حيث النجاح أو من حيث الإخفاق بالنسبة لكم الحوار الوطني كيفش ترى ومقاومات النجاح متاعه؟ بالنسبة لكم أنتوما كهيئة محامين أنت سيد العميد زادت مثل المحامين بالنسبة لكم شنية رؤيتكم الحوار الوطني؟ بأي شكل يجب أن يكون؟ وشكون العناصر اللي يجب أن توجد فيه؟ وبأي طريقة يسير هذا الحوار الوطني؟ هو رأى كي ناخذوا عينات من الشعب التوسي كي ناخذوا المنظمات الوطنية باعتبار لويش نقول نأكد على المنظمات الوطنية لأنه مفترض وأن المنظمات الوطنية لها نفس المسافة من كل حزاب ولها رسيد وطني وتضع المسحة العناصرية تلفق كل اعتبار كي ناخذوا شخصيات مستقلة ولها كفاءة أكاديمية ولها كفاءة يعني علمية وكفاءة وطنية ومعروفة بنظافة اليد وتشارك هؤلاء الشابعون بأي شكل يشاركون؟ ما معناه؟ تشاركوا يجب أن يشتمعوا مع بعضهم رئيس الجمهورية عاية لهم لا بد من الاجتماع بقديه بالدعوة الناخبين لا بد من الاجتماع هؤلاء عندما يجتمعوا وتوافقوا على النظام مثلا تتعلق بأمرين لا أكثر رأوا بتتعلق بالنظام السياسي وتعلق بالنظام الاختراع عندما يتوافقوا ويعدوا برنامج بتبيعة الحالة اللي عنده كلمة الفصلة ولا السفتاءها والشعب إما بشي يقبل ولا بشي يرفض لا أكثر ولا أقل وبالتالي نعتقد أنه عندما تتوفر المجموعة هذه حول طويلة حوار وحوار جدي ونزيه وبدون حسابات حزبية ضيقة نعتقد أننا نستطيع أن هؤلاء يجدون تصور لإخراج البلاد من عنق الزجاجة وقتاش يلزم يصير الحوار هدايا شنو أجاله على الاعتبار وأنه فما أجال انتخابي وأنه يلزم يكون في القريب العاجل الآن يعني الوقت يعني نفذاء وبالتالي لابد من القريب العاجل أن يجتمع هؤلاء ويبدأون بصورة مكثفة في عمل جدي لإنجاز يعني حوار وطني سليم حول مسالتين اثنتين أعتقد وهما الأساسيتين اختيار نظام الحكم واختيار نظام الاقتراع حتى في الاستشارة فما سحب الوكالة زادة من النقاط اللي خرجت في الاستشارة الوطنية واللي تحدث عليها حتى رئيس الجمهوري يقولك نظام رئيسي سحب وكالة واقتراع الأفراد هو نظام الاقتراع الأفراد رأى وقت اللي كنا في الهيئة العليد اللي تحقيقها دفثورة للأمانة كانوا ثم خيارين كان ثم خيار لاختراع الأفراد والقوام لا تتزاوز أربع أشخاص هذا في المشروع الأول لكن فيما بعد ونتيجة أحداث معينة وقع تغيير وتركوا المجال فقط للقوام مع خيار أما أكبر متوسطات وورا أكبر البقايا وسوتوا لفايت أكبر البقايا بينما بينا وأن البلدان التي تبقت نظام القوائم كانت تجربة مخيبة الأمال وكنا نطالب بالاقتراعنا شخصيا ومعي قلة قليلة طالبوا بنظام الاقتراع على الأفراد وما وقع يعني تبرير ذلك أننا في مرحلة تأسيس ومرحلة تأسيس تستدعي مشاركة أكبر عدد ممكن وبعد مرحلة التأسيس يعني يقع تغيير النظام لكن مع الأسف الشديد انتهت مرحلة التأسيس وبقي النظام على ما هو عليه ولذلك لا غرابة في أنه تتردى الحياة السياسية ووصلنا إلى هذا الحد ووصلنا إلى يعني ضرورة اتخاذ مبادرة مثل التي وقعت في 25 جويل تعتبر أنه الاقتراع على الأفراد ينجم يضمن أكثر استقرار سياسي للمجلس وللوضع السياسي ككل في تونس لأنه بالنظام على القواهم والنظام على الأفراد ثم فرق كبير يسر نظام على القواهم نشوفه قائمة تتقدم واحدة تحت عنوان مريات واحدة تحت عنوان بسكيلات واحدة تحت عنوان نخلة وكذا والمترشحين ما عندهمش علاقة بالناخبين بينما في الانتخاب على الأفراد يعني في دائر انتخابية المترشح والناخب لهم علاقة ببعضهم البعض بحيث أنه الناخب يعني هو يكون محل مسالة من طرف من صوت له وبالتالي يتحمل مسؤوليته يتحمل مسؤوليته في الحياة البرلمانية هت يقولك هل أكثر باب المال السياسي والوجهاء متع كل المنطقة هما اللي بيش يتقدموا للانتخابات هذية لأنه عندهم الامكانيات المادية لأنه مستهل عليهم أنه ميحضروا حملة انتخابية ويترشحوا فبالتالي ما خرجناش من نفس النقطة متعليق أشكال متع المال السياسي وغير إلى جانب إقصاء المرأة على الاعتبار وأنه في القائمات فما تناسف العام لا لا لأنه ثم أشوف هذه مسألة المال السياسي لهنا نعتبر حتى شفنوها المال السياسي حتى في نظام القوائم وشفنا حتى في الحزاب كيفاش وقع استعمال المال السياسي ولذلك يعني هي مسألة يعني نضج كامل نضج شعبي كامل يعني ولهناء الحزاب الحزاب يعني بما لها مقوة نعتبر شعبنا عنده النضج الكافي باش ينتخب ناس فعلا يعتبرها تنجم تغير الوضع عمتاع البلاد إلا على خاطر شريله ولا على خاطر أعطاه ولا على خاطر لبس عليه في الحومة بنظام القوائم بنظام القوائم ما وقعش المال السياسي ما وقعه المال السياسي شفنا نتيجة متاعه شفنا كيفاش يعني وقعه كيفاش يعني اللي يدخل بالقائمة واللي يخرج كيفاش يعني يستعملوا كل الاساليب للواحد المسألة أعمق من هك مش على خاطر قائمات هذه التجاوزات انتخابية تصير في كل طرق الانتخاب سيد العميد ما هيش أشكالية اقتراع على الأفراد إلا على القائمات معناها التجاوزات هذه لا فرق كبير ياسر هاو وضح فرق كبير ياسر هاو نقول لك مثلا هاو باش نعطيه واحنا ناخذوا مثال ناخذوا الانتخابات الفرنسية الأخيرة لو كان يعني الثلاثة الأولانين اللي بعدهم منيريك زيمور فيهم بعد ماسترشحوش أنا نقول لك ما كان رأوا من الممكن كان يكون ميلانشان ولبان في الدوزيام توم فبني لو بحيسابيا كان يكون ميلانشان ولبان يعني بحيث يعني مسألة يعني نظام الاختراع عنده عنده أهمية كبيرة رئيسة في النتيجة المتوصل إليها لأكثر ثم أنه ثم أنه اللي دائما للحزاب ولهنها يعني هي فرصة وقتلي بشي ولي على الأفراد بشي الحزاب يعني تتكتل مع بعضها لأنه بين الدورة الأولى والدورة الثانية بشي بقول لثنين لولانين لثنين لولانين لهنها بشي تقع تحالفات ويقع تقارب ولهنها يعني تفادى تشتت الحزاب وصحيح أنه المال السياسي ربما ما من نجموش نقضيه عليه بالنسبة المئة في المئة ولكن بالعكس هذه فرصة للحزاب بش يعني تتقارب مع بعضها وتشتماع مع بعضها وتتكتل مع بعضها وربما يعني أن التفادى يعني بشورة نهية تشتت الحزاب لأنه تونس حسب اعتقادي لا تستطيع أن يكون فيها أكبر من 4 أو 5 حزاب لأكثر الفساد مثلا وإلا لزي اللي تقريبا معناها جل أعضاءها قد تنتهي قريب تنتهي النيابة متاعهم وفي علاقة بأنه رئيس الجمهورية يعتبر وإنه لزي هي اللي تقوم على الانتخابات القادمة والله أنا توشوف ما ما حاجة إذا كان تقم محاسبتها يجب أن تقم محاسبتها بكمل الشفافية مش ممكن يعني اتخاذ قرارات وبدون محاسبة وبالتالي يعني إذا كان ينسبوا إلى هيئة ما يعني عيوب معينة لابد من أن تكون هذه المحاسبة بصورة شفية لأكثر ولأقل ثم أنه الهيئة العلي الهيئة المستقلة للانتخابات يعني إلى حد لا نعتقد لهي مش تشرف على الاستفتاء يعني مثلا ماش موجب للدعاء وأن سيقع يعني الترجع فيها على أنه لابد أن يكون الشخصيات اللي ينتميوا يعني يعني يسيروا الهيئة هذه أعتقد أنه يلزم تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة ونظافة اليد والاستقلالية وهذه والنزاهة هذه شورة ضرورية لتكون كل هذه الهيئات فوق المثال وفوق الملامات نشكون يحدد نظافة اليد والله هو السلوك هو السلوك هو السلوك هو السلوك شخص شخص انظيف مش شخص هو سلوك شخص هو السلوك هو مبدئين هو مبدئين نرى القضاء هو اللي يلزم يحدد لكن الملف يدخل القضاء ما يزم شوق 10 سرية مش يتحل مشكلة يعني كما في الانتخابات يعني بعد مرة مدة طويلة قالوا ثم مال سياسي ومال سياسي يعني هذاك ليش دائما ننادي بأن القضاء يتحمل مسؤوليته لكن لابد من إسلاح النظام الإجرائي الإجرائيات لابد من إسلاحه وخاصة خاصة معالجة الزمن القضاء بسرعة فايقة لأن تتعلق بمصير بلد بمصير شعب وهذا وصلنا لمواقفك الأخيرة برشا انتقادات توجهتلك سيد العميد على تبنيك دائما لمواقف رئيس الجمهورية بعد 25 جوليا كما حل المجلس الأعلى للقضاء قبولك أيضا بإقصاء المحامين من المجلس المؤقت للقضاء حتى في علاقة بالعميد السابق الكيلاني بعدها حل البرلمان الموقف من نتائج الاستشارة الوطنية برشا يقولولك اللي ياسر تمجد في قرارات رئيس الجمهورية وفيما بعد 25 جوليا وكأنه المصار الوحيد المنقذ المجدي للبلاد التونسية لا العكس لا العكس اليوم احنا عدنا نظرة موضوعية ونظرة شعبية ونظرة تنظر لمصلحة الوطن العليا اليوم الشعب التونسي حاسوا بالتومانينة الشعب التونسي يراه كلا ومل من هذه التناحورات وهذه التجذبات الحزبية بدون فايد عشر سنوات يعني يقعد يشوف يعني أنه مصيره ماشي نحو المجهور بالتالي يعني عندما نتكلم وانا بيوصف عميد محمين عندما نتكلم من خلال يعني وسائل العلام يجب أن نرسل رسالة التومانينة للشعب التونسي ذا هي دور مهنة المحامات في تونس ورسالتها في المجتمع وبالتالي أيما دورها مبدأ يزيد في حماية المبادئ والحقوق والحرية فمثل هذه هي النقطة معناها الانتقادات التي تواجهت لسيادك أنك مثلا قبلت بإقصاء المحامين من المجلس المؤقت أنك موقفت واختاش كانوا موجودين هم المحامين معمرهم ما كانوا موجودين في المجلس كانوا موجودين محامين بصفاتهم في مجلس على القضاء لم يقع حسمها أولا وبالذات يعني كيفية معالجة لجائحة الكورونا ثانيا تعطيل مرفق العدالة لمدة سبع أسابيع كاملة والمحامون يعني يذهبون يعني والمحاكم والمحاكم لا تقدم أي خدمة من الخدمات هذه يعني ومجلس على القضاء بقي مكتوف الأيدي فضلا على عدد المشاكل التي وقعت بين بعض السادة القضاء والسادة المحامين وترحت على المسل على القضاء ولم يقع الحسم فيها بهذا الكل توجد لك الانتقادات سيد العميد على أساس أنك تتبنى مواقف رئيس الجمهورية مهما تكون التركيب القديم المسل على القضاء لم تكن ممثلة لمهنة محامات هم كانوا بعض الزملاء مع احترامي لآراههم ومواقفهم كانوا يعني موجودين في ملسل على القضاء وهم قلة بالنسبة للعدد المكون لمسل على قضاء وبالتالي لم نشعر نحن كهياك المهنة وكمهنة محامات أنهم قدموا إضافة أو أنهم حتى وقعت تعاملوا معنا كشركاء في قمة العدل هذا هي مسألة ثابتة واضح الانتقادات التي توجدت لك في النقطة هذه أنت متبني بصفة كاملة لمواقف الرئيس لا أنا متبني المسلحة العليل للوطن رئيس الجمهورية هو حامل المسلحة العليل للوطن وقتل لي المسلحة العليل للوطن تقتضي يعني مقامة الفساد نحن مع مقامة الفساد وقتل لي تقتضي مصحة أسلاح النظام السياسي نحن مع أسلاح نحن مع أسلاح النظام الانتخابي هذا هي هو الموقف متاع عدم تضارنك مع العميد السابق نحن نساند نحن نساند رئيس الجمهورية إذا كان سائراً في الطريق الصحيح وننقذ乎 إذا لاحظنا وأنه صار وأنه حاد عن الطريق الصحيح الآن ماشي في الطريق الصحيح رئيسي هو يشهد لان من اشتهد واصاب له أجران ومن اشتهد واختا له أجر وحين يحيد على اي اتحال نحن موجودون نحن موجودون لبيان رأينا وموقفنا من كل هذه الأحداث واضح جدا سيد العميد شكرا لك على حضوركم معنا على كل هذه التوضيحات مرحبا بك سيديا سيد إبراهيم بودربلا عميد المحامين